السلام عليكم خوتي و أخوتي و مرحبا بكم من جديد في قناتكم أخبار بلدي كما العادة عليكم خوتي احنا دائما نجيبكم الأخبار الهمة و يبدو الآن أنه هناك اللقاء بين الرئيس عبد المجد تبون و بين الشيطان العرب قصدي هذا بن زايد قريبا رغم أن تبون ما يحبش بن زايد فعلى هرح يحدث هذا اللقاء دخلت لكم التفاصيل تاول أي حقا خوتي أيضا نحن أخبركم يعني جنرال كبير في الجيش الجزائري يتحدث على الكثير من المغالطات تعقى الجزائر هي ظل تستورد الجزائر ما تصنعوا له وهذا الجنرال الخوتي بلع فهم الكثير من الإعلام الكاذب و مزيد عدنا كثير من الأخبار في الأخبار أيضا منافسي الرئيس عبد المجد تبون يدير الطاعم لأنهم يرون أنه هذه الانتخابات غير نازيها أيضا خوتي في نفس الوقت اللي نهضر فيه الجزائر المنتخب الجزائري للكرة القدم رأي يلعب مباراة مهمة جدا ضد لايبيريا و في يعني ذكرنا في لاميطون الجزائر رأي يلعبها زود زيرو بعد كثير من الاتهامات للرئيس عبد المجد تبون حول الانتخابات رئيس تبون دار حركة فاجأ بها الجميع حتى هو قال بالانتخابات هذه كانت فيها أرقام خاطئة وسيتم متصليحها أيضا طائرة عسكرية سودانية تدخل الجزائر فما الذي يحدث و الكثير من المواضيع الأخرى هذا الخامج أحشى لكم معكم في هذا الفيديو أخوتي بسحق قبل ما نبدأ والتفاصيل لا تنسوا يا أخوتي الله يحفظكم تقليقون على زر اللايك وتشتركونا في القناة أهم شيء هي الاشتراك اشتركونا أخوتي في هذا القناة بنتقدروا اجتماعيني وشعرها مهمة الآن شوفوا ما يقولون يا أخوتي شوفوا 23% من اللي رمي يشاهدوا الفيديو هذا التاعي ما وش مشتركين يعني إما الأصل 10,000 بنادم 2300 كونبلي ما وش مشتركين يا الله يا أخوتي هيا اشتركونا في القناة وانا اشاركوا معكم أخبار وراح تندمون لكم تراطعوا لأنه لو كان بتشتركوش بالوقت تقول لي يوتيوب بتقتلحكمش الفيديو التاع أهم الأخبار أما لا اشتركوا فعلوا الجرس ويلا هنا التفاصيل مباشرة خلينا نبدأ بهذا الموضوع تاع زيارة لدخول طائرة عسكرية سودانية إلى الجزائر كثير من الناس حبوا يعني يكبروها هذا الطائرة من طراز داسو فالكون 900 وهي طائرة حربية فرنسية باعتها إلى السودان دخلت للجزائر لاحقا تبين أنها إيه هي طائرة عسكرية ولكن راي تنقل دبلوماسيين سودانيين إلى الجزائر لأنه كما رباكم خاتي الآن الممثل الأممي للسودان يعني لحل الأوضاع في السودان هو الجزائر رنطان العمامرة وربما لهذا الأمر علاقة حول زيارة الحكومة السودانية إلى الجزائر أو ربما الآن الحكومة السودانية تريد الاستنجاد من الجزائر خصوصا فيما يتعلق بالإمارات لأنه الدولتين الوحيدتين من جميع كل العرب اللي أبدوا غضبهم واستياعهم من الإمارات هي كل من الجزائر نهل الرئيس عبد المجيد تابون قال كان بللي دولة شقيقة يدهر يمعمره بالدماء والدولة اللي تدخل لها تخربها وزيد ثانيك عندك السودان لأن الإمارات هي اللي يمخرب السودان الإمارات رهي تدعم طرف إرهابي على الطرف الرسمي للحكومة السودانية وهو الأمر اللي أغضب السودان وخرجوا وبدأ يقولوا بللي بن زايد شيطان العرب رهي يدمر في السودان فهذه هي الاحتمالية تحسبب زيارة الطائرة العسكرية السودانية للجزائر بخصوص الإمارات وشيطان العرب بما أنه جبدنا سيرته فجأة بن زايد يتصل بالرئيس تابون ويهنئه على عهدته الثانية كرئيس للجمهورية هذه واحدة شوفوا قال لك بعض الشيخ محمد بن زايد آل النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تابون رئيس الجمهورية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وطبعا الكثير من الرؤساء عبر مختلف مناطق العالم هنئو فيها الرئيس عبد المجيد تابون يعني هذا الأمر هو جديد حتى يكونوا عديانك يبينونك ذلك الوجهة دولوماسي الآخر ويهنئو كأنك وليس رئيس لكن القصة لم تنتهي هنا مع بن زايد لأنه يبدو أنه هناك لقاء يعني مخطط له بين الرئيس عبد المجيد تابون وبين هذا بن زايد إمارات خاوتي كانت من أكبر الأعداء للجزائر وتم الكشف عن الكثير من التفاصيل كم شايفين خاوتي واحد الخطرة دخلوا جواسيس إماراتيين إلى الجزائر وأيضاً لوزارة الاتصال الجزائرية نشرت خبر تقول فيه بأنه تم طرد السفير الإماراتي من الجزائر وإبعاده ثم وراءها يعني بيوم واحد فقط الحكومة الجزائرية قامت بطرد وزير الاتصال نعم خاطئ وزير الاتصال بأكمله تم تحييده من منصبه على جهة التصريحات لأن الحكومة قالت بالله هذا الأمر غير صحيح فأنا حسيت بالله حكومة كانت حابة تتسطر على موضوع خصوصاً أنه تم القبضة على جواسيس إماراتيين في نفس اللحظة ليسرى فيها هذا الأمر الحكومة نفت فقط طرد السفير الإماراتي ولكنها لم تنفي القبض على جواسيس إماراتيين خلينا نذكره الموضوع الأهم مجبدنش حنا موضوع بن زايد هكذا فقط لأنه تم الاتفاق على لقاء قريب يجمع الرئيس عبد المجيد تبون وبن زايد قال لك رئيس الإمارات محمد بن زايد اتصل هاتفياً بالرئيس تبون لتهنئته بإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية هل سيتوب عيال زايد؟ لا طبعاً لا لأنه رأيكم شفت أخوتي عيال زايد الآن كما قال الرئيس تبون تماماً الدولة لي يدخلوا لها إلا وتولي يدهم ونطخها بالدماء رغم في السودان ومحبوا شي غادروا رغم دخلوا مالي وبآن محبوا شي غادروا زايد ودخلوا النيجر ومحبوا شي غادروا ورغم يحاولون الآن يزيد ويدخلوا أسمي هذه ليبيا وراني شفنا الصور الأخيرة تجمع بين حفتر وهذا بن زايد والسيسي وثانيك رامب عاولين يدخلوا حاولوا حتى الدخول إلى الجزائر وسرقة الذهب الجزائري كنت شاركت معاكم أخوتي كفاء الإمارات راه يتسرق في الذهب الجزائري طبعاً مشي مماشرة تحت أعين الجزائر لأنه الراسح تقلاحونهم وإنما تستغل هذوك الحراغة الأفريقيين هذوك اللي يدخلوا وينقبوا الذهب الجزائري ثم يهربوا هذك الذهب ويبيعوه للإماراتيين رغم أنه ذهب غير مرخص معدوا حتى مصدر سرقينه من الجزائري بيعوهنهم بزوج دوره هما بساكن خدامين ميحوسوا يشفهم ويقولهم روحوا وحفروا تمك الأرض في هذا الذهب هما يحفروا ثم يجوا يبيعوها الإمارات مثلاً يبيعوهنهم بكاشة خمسة دولار لجرام الإمارات تعاود تروح تبيعها بعشرين ضعف هذه هي الطريقة التي تسرق فيها الإمارات الذهب الجزائري أنتم أخوتي في رأيكم من الذي خطط لهذا اللقاء يعني رئيس تبون ولا رئيس الإمارات وهل ترون أنه سيتم إلغاء هذا اللقاء بخصوص الرئاسة يعني أنا نحكي معاكم خطرة خطرة ونضر بطل على الرزول تتعلم أشخاتي لأنه الجزائري الآن راي تلعب مع ريبيريا هورانا رايحين لميتون الزوج حقا بخصوص الأهداف الهدف الأول مركه أمينة قويري والهدف الثاني مركه آدم زورغان حد الآن المنتخب الجزائري راه رائع إن شاء الله يكمل بهذا الأداء الرائع في الموضوع الآخر كما قلت لكم بخصوص الرئاسيات كان هناك الجدل كبير المترشحين كلهم بدأوا يشتكم إلى الأرقام عندما قلوا بني يودي هذه الأرقام ما هيش موجيك خرج الضربة الأول أشيش وكيخرج كثين من الناس زعفوا منه وقلوا أوه ما تهدرش هكذا ورا كتخونوا وقع وقع زاد خرج مراه المترشح الآخر يوسف ساحلي وثاني قل بني لا لا الانتخابات هذه ماش نرمال أنا راح ندير الطعن وفي زوج دير الطعن خلوتي هاي لك الصور تحكي ما هذو المترشحين كانوا يديروا الطعن لدى المحكمة العليا تعيودي باش يعاودوا يتموا النظر في نتائج الانتخابات هذه لأنه لم يتم ذكر الكثير من المعلومات لكن الأمر اللي فجأة هم هو خروج الرئيس عبد المجيد تبون بنفسه وأعلن أيضا أنه يعني هناك فوضى كبيرة في هذا النتائج على الانتخابات وحتى الرئيس تبون بنفسه لم يوافق عليها وأسمعه قال لك الرئيس عبد المجيد تبون ينحاز للشعب ويدخل التاريخ ويحرج الحكام العرب أولا اعتراضه القانوني بقبعاته المترشح الفائز الذي يحترم شعبه على سقطات وسوء تقدير السلطة المستقلة للانتخابات إمواجيني يا أخوتي هو الربح نرمال ما هو العكس مدام دعماته هذه السلطة المستقلة للانتخابات وعطاته أرقام كبيرة نرمال ما يضرب بالنحو يسكت بصى رئيسة بونجل آه لا 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 هكذا كانا نفقد الثقة على الشعب فيه وهذا الأمر لا يجوز نستعربي أخوتي أن التحيل من هذا المنظر هذا الأمر راح يجد يخليه حتى المنافسين يستعره به ثانيا رفضه من موقعه كرئيس وحامل الدستور والحارس الأمين على تطبيق القوانين الجمهورية لتلاعبات مجهولة الأجندة يعني حتى هو قلب لي وش الفايدة كركم تلعبوا بالأرقام كلنا على بالنا بالرئيس عبد المجد تبون هو ليتحصل على الأغلبية وإذا فاز بنسبة 80% ولا 100% رأي كيف كيف هو اللي راه رئيسه فعله تتعبوا بالأرقام يا سلطة الضبطة هذا الأمر أغضب الرئيس عبد المجد تبون طبعا ما زال الآن مع لبناش ما الذي سيتم تغييره يعني الحركات القادمة للرئيس تبون هل سيتم طرد السلطة المستقلة هل سيتم إعادة الفرز في الانتخابات رغم أنه هذا الأمر خلاص انتهى ما الذي سيتم فعله الآن خافي في رأيكم خبرونا عليكم في التعليقات الآن في هذا الخبر سنقول لكم الصناعة العسكرية الخطيرة جدا للي أرعبت الأعداء قبل أن ندروا هذا الأمر خاوتي إذا لم تشتركوا في هذه القناة هل لا تنسوش أحفظكم أهبطوا اشتركونا في القناة وفعلونا الجرس ويلا للموضوع أسمع شي أقول هذا الجنرال خاوتي حول قوة الجزائرية وحول الأخبار المغلوطة الآن للجيش الجزائري فالحقيقة خاوتي حتى مواقع كبيرة مثل جلوبال فاير باور ومالذي لواتشوا معنا بالهنش بالأرقام الحقيقية لما تمتلكه الجزائر هذا الانفتاح هو مسايرة لحركية المجتمع كما يساير الجيش الوطني الشعبي التطورات الحاصلة في مجال التسليح وفي مجال التكنولوجيات يساير أيضا اليوم الاتصال أصبح ضرورة أصبح الإعلام سلاح المجتمع الجزائري تطور اليوم القوانين والدستور الجزائري ضمن حرية التعبير ولما نتكلم على حرية التعبير بالتالي موجود معلومة المعلومة الموطوقة فالجيش الوطني الشعبي تبنى هذا الانفتاح إدراكا من القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأهمية التواصل مع الجمهور ومع هذا المجتمع الذي يتطور سمعته يا خابتي لوقت طويل الجيش الجزائري كان يتستر على كلش كان يخلينا فضل الله ما ناشو عارفين نقع واش عنده واش ما عنده واش أما الآن راي يقول هذا الجنرال باللجيش راي يوري للجمهور والشعب الجزائري القدور يتتاعوا فالآن أصبحت لدينا هذه مجلة الجيش كل خطأ تنشر الجديد حول الاتفاقات وصفقات العسكرية الجزائرية تم واشراكم يا خابتي في الموضوع الفيديو مزال شوي طويلة لكن هذا هو اللوب الموضوع أخيرا في الأخبار حبيت نوريكم هذا المخلوق خابتي بنزديرا بنزديرا على حساب شروع ماركيتونا ما نعرفوش ملاح خابتي ما نعرفوش يهضر ولكن كلما نسمع كلام بتاعه مقتطفاته نسمعوه يسب في الجزائر وينشر الأكذيب وصبعه هذك على العام متوجهناه هنا في الفيديوهات بنزديرا أيضا ما يحبوه للمعارضين يعني المعارضين يكرهوه في الدم وانا شفت خطرة امير ديزيد قاعد يفضح فيه ويجبدله في الزوجة تاعه ويجبدله في الصور مخلة بالحقيقة للزوجة تاعه تحت الإذن تاع هذا بنزديرا يعني هو اللي يسمح بهذا الأمر ومن جهة أخرى نشوف باللي المؤيدين لنظام جزائري ثانيك ما يحبوهش يعني ما فهمش الجمهور اللي رام يتبعوا هذا المخلوق شكون وشوفوا نوع الأكذيب اللي رام ينشرها فل المخنثين تقربوا فيهم ليكم يتعكروا حتى ولد بوية الفسخ والدعارة في فيتزير أكثر من محالة فيتزا يبدو أنه هذا المخلوق راه يخدم نظام المخزن وهو اللي رام يخلصوا فيه لأنه اسمح لي إذا حبيت تقول بلي الجزائر المشهورة بالدعارة سرتوا في العاصمة وخليني يقولكم خاتي بلي الجزائر العاصمة ما كان فيه نوع من التحفظ مشيقا على الناس كيف لا يتخيل فأنت مخطئ لأن الماروك هي تايلندا إفريقيا ما إذا حبيت تحكي على الدعارة سأحكي على الماروك اللي رام خلصاتك في هذا الفيديوهات هيا عندها 18-17 مسؤول سامي في الدولة في بيت دعارة في حيضرا فلا قولهم المصدر أنا نقول لك هذا هو المصدر تاعة وشو ما كنت كنت تغطر مع ابن الادم ما أعطينا المصدر تاعة أنا نقول لك هاوليك المصدر وقدمهم أمم محكمة دلمونت رايس وغطعوا الملف ورقدوها وخلاص لأنهم مسؤولين سامية في الدولة شو كنت قال البغل لهذا الخبار هذا أخواتي شو كنت يقل من يجاب وزع ما تخلى المحكمة هذا حشك يدخل المحكمة؟ من يجاب الموضوع هذا؟ فيهم ناسق معكم سبعتاش الواحد الملف راه عندي عرش حوزع فيه نقول لك راه عنده الملف ايها يورينا الملف ملف راه عندي وحل فم واحد من هذو سبعتاش نعريه بده المرتو شو كلم موش مربي سمعوا لي أخواتي خليتكم تشوفوا للقضارة بك الله هنكمل المهم موش ناكم أخواتي في هذا الموضوع قلوا نراكم في التعليقات قبل ما نختتم الفيديو نزيد نطلب لكم مرة أخرى تشتركوا في القناة وكليكيون على زر اللايك وننتقي مجددا إن شاء الله معنا مزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء أخواتي